كعربون للصداقة بين الشعبين السوري والأرماني بدأت الفرقة الثانية من البعثة الإنسانية الأرمانية عملها في حلب المدينة وريفها 72 مختصا بينهم أطباء وموزيلو ألغام اتخذوا من حلب مقرا لعملهم الإنساني تجاه الشعب السوري البعثة الأرمانية الإنسانية تضم 72 مختصا منهم أطباء ومختصون في إزالة الألغام والفريق الخاص بحمايتهم إذا بدأنا نتكلم بلغة الأرقام فإنه يجب أن أذكر أن هذا الفريق أزال ألغاما بمساحة تبلغ أكثر من 38 ألف متر مربع وفي الوقت نفسه فريقنا الطبي المتضمن أطباء مختصين عالج أكثر من ألفين مواطن سوري وهو يقدم مساعدات إنسانية إلى المحتاجين من جميع الطوائف من دون تفرقة 38 ألف كيلو متر مربع بريف حلب الجنوبي والشرقي نظفتها حتى الآن البعثة الإنسانية الأرمانية إضافة إلى مساحات زراعية كبيرة بهدف عودة الأهالي إلى هذه المناطق تنظف المناطق التي زرع فيها الألغام والمواد المتفجرة ليستعيد الشعب السوري حياته الطبيعية ويعود الفلاح إلى إصلاح أرضه وزراعته ويعود الناس جميعا إلى منازلهم عمل البعثة الإنسانية الأرمانية عربون تقدير للشعب السوري لتضامنه مع الشعب الأرماني في مجزرة الأرمن قبل مئة عام وتعزيزا لصداقة الشعبين الشقيقين بدنا نشكر الشعب السوري الشاكيق وقيادتها ورئيس جمهور السوري العربية دكتور باشر الأسد والحكومة على تقديم كل التسهيلة للعمل للبعثة الإنسانية الأرمانية عمل البعثة الإنسانية الأرمانية في حلب وريفها باقن مدامة سوريا تحتاج إلى تلك المساعدات ولا سيما في زمن الحرب